اشتركوا في القناة الاحترازية المتخبة للحد من تفشي جائحة كورونا وتتكفل تمكين بناء عليه بواصلة تمديد الدعم لهذه القطاعات لمدة ستة أشهر أخرى وتأتي هذه التوصيات في إطار التمديد الثاني لهذه القطاعات وذلك في إطار دعم استدامة المسيرة التلموية من خلال دعم المؤسسات المتأثرة من تبعات الجائحة خصوصا التي لا تزال نطاق أعمالها متأثرة بسبب جائحة كورونا وذلك لمدة ستة أشهر إضافية كما من المقرر أن يشمل الدعم المرشدين السياحيين العاملين في قطاع السياحة وظيافة حيث سيتم تقديم الدعم لرواتب المرشدين السياحيين في هذا القطاع من المسجلين لدى وزارة صناعة وتجارة وسياحة وذلك لمدة ستة شهور وذلك دعما لهم بسبب توفق في نشاطهم تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة وقد أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن الجهود الوطنية مستمرة فيما يؤكد على استمرار مسيرة العملية التنموية والمساهمة بشكل فعلي في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها القطاعات الأكثر تأثرا بتبعات جائحة كورونا موضحا أن حرص المملكة على دراسة المعطيات والمستجدات التي يواجهها السوق من أجل تقديم حلول تحفيزية تقف على القطاعات التي استمر توقف نشاطها نتيجة قرارات الفريق الوطني الطبي وإجراءاتها الاحترازية الرامية لحفظ سلامة المجتمع وأشار إلى أن هذه المساعي الوطنية تقدم في إطار تحفيزي لدعم المؤسسات المتأثرة مؤكدا أن هذه الأزمة خلقت فرصا وتحديات حيث يقع على المؤسسات دعم هذه الجهود من خلال طرح حلول إبداعية بديلة تقوم على الاستثمار في تجديد أنشطتها بما يتوافق مع معطيات السوق الحالية والمستقبلية بعد جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر